اصدر رئيس مجلس ادارة شباب الأستاذ محمد بلحاج بيانا شديد اللهجة هاجم من خلالها أحد العاملين بالاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب حرمان الفريق من خدمة الحارس الجديد عزدين دوخة في المنافس القرية بسبب تأخر المعني بالأمر في تسريح الحارس السابق للفريق توفيق مساوي حيث قررت ادارة الفريق تقديم الشكوى على مستوى ادارة الشباب والرياضة وإداعي دعوة قضائية اشتركوا في القناة